موظف المصالح الاقتصادية يسيرون على نهج أساتذة تعليم الابتدائي ويقررون الخروج للشارع في الـ 26 من الشهر الجاري عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية ولئية عبر كافة مديريات التربية عبر الوطن مطالب قادمة جديدة أشعلت غضب موظفي المصالح الاقتصادية المعالجة الجدية لاختلالات القانون الأساسي إيجاد صيغة نهائية للأعمال الإضافية أهمها بيع الكتاب المدرسي وتوزيع المنحة المدرسية انشغالات ظلت لسنوات حابسة أدراج الوزراء المتعاقبين على الوزارة ويتبعها حركات احتجاجية مستقبلة سيحدث تاريخها لحق ألي هي الأسباب اللي خلتنا لدرنا الاجتماع ودرنا الوقفات الاحتجاجية الاحتجاجات الـ 26 من نوفمبر الجاري ستكون متبوع بجمعيات ولئية لدراسة آخر المستجدات والتطورات والتي قد تتوجه نحو وقف جميع الأعمال الإدارية ومقاطعة امتحانات الفصل الأول